اشتركوا في القناة من مفردات التحسين والتقبيح فإن لم نلتزم به ولم نلتزم بأن في الأفعال حسنا وفي الأفعال قبحا وأوكلنا الأمر إلى المشرع نفسه لالتزمنا بكل الفواسد الآتية بكل لوازن الفواسد الآتية ومنها ما نعتقده نحن بأن العبد مختار في أفعاله له أن يوقعها طبعا كنا ذكرنا ومرارا مرت عندنا هذه أنه في الكون عناصر في الكون أفعال مجبورون عليها وفيه عناصر وأفعال مختارون فيها لكننا نلتزم بأن المولى تبارك وتعالى لا يحاسبنا إلا على ما كان تحت دائرة اختيارنا بل لا يكلفنا إلا بما يصلحنا وهو تحت دائرة اختيارنا أيضا فلا نلتزم بأنه تعالى يكلف فوق الطاقة بل لا نلتزم بأنه تعالى يكلف بالمستحيل ونرد ما كان فوق الطاقة للاستحالة بعد ولا يكلفنا قبل البيان هذه اللطيفة يقبح أن يعاقب المولى تعالى قبل البيان كل هذا من بركة التحسين والتقبيح وأول مورد تكلمنا فيه هنا هو اختيار العبد في أفعاله ونحن فاعلون بالاختيار طبعا تقدم معنا وقفنا عند التطبيق في مسألة الكسب قال أقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها طبعا كنا ذكرون لهول تذكروا واقعه بقدرة الله تعالى وأنه لا فعل للعبد أصلا تابع قوله من جديد أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى لا نحن شو منقول أن الأفعال كلها واقعة تحت قدرة الله تعالى مش بقدرة الله هو أصده هذا أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله لا يعني المنشئ لها والموجد لها والمفعل لها هو الله عز وجل نحن عندنا الأفعال كلها تحت قدرته تعالى فإذن هو القائل بأن الله موجد الأفعال من صلاة وصوم وصرقة وزنة نحن قائلون أن الأفعال واقعة تحت قدرته تعالى وأنه لا فعل للعبد أصلا نحن قائلون بأن المفعل لهذه القدرات هو العبد أصلا وقال بعض الأشعرية لما خاف من هذا القول القبيح وأن الالتزام بقول أبي الحسن الأشعري مر غايته لا يقول به عاقل ملتفت إلى لوازمه حاول البعض أن يزين هذا القول واضطربت كلماتهم فيه أيما اضطراب حدا فسرها بنظرية الكسب ويا لله فسر الماء بعد الجهد بالماء شو يعني الكسب قال الله خالق والعبد كاسب ما شاء الله يعني هذا مثل اللي بيسيطر بالاسلوب الخطابي على مشاعر المستمعين وبالتالي لم يوصلهم إلى شيء لم يصل معهم إلى شيء القول هكذا كان إن الله هو المسيطر على أفعال العباد قل نعم هو مسيطر على أفعال العباد الله خالق وأنت كاسب شو يعني كاسب قال بعضهم فسر نظرية الكسب بأن العبد كاسب للحسنة والسيئة أقول أعطنا تصورا لنعقل الله قادر على صحيح هذا اللي عم تقول قال لا 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 الله مش قادر الله موجد التفت بس للفوارق نحن قائلون أنا عندما صليت فعلت قدرة البدنية في اختيار أفعال تسمى صلاة وآخر فعل قدرته البدنية بالقيام بحركات لا تسمى صلاة أنا فعلت قل أنا فعلت وذلك فعل أنا اخترت وذلك اختار وعليك على الخيارين الثواب والعقاب الأشعر ماذا يقول يقول الذي طراه من حركات قيامية وركوعية هي فعل الله فيك والذي طراه من حركات سرقة وقتل وهدك وفاتك هي حركات الله فيه هذا معنى أوجد الأفعال جيد شو قاله الأشعر الأشعر المرتب للفكرة قال الله أوجد تلك الحركات بس أنت كسبتها 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 شو يعني أنت كسبتها قال لي أن الله أوجد منش كونوا يقولون الأشعر نقول كونوا يقولونه يعني بدناش نروح للمعنى النافر في التوصيف يعني مرة نقوله إذا صرق عبد فالله صرق بدناش نقوله هذا المعنى وإذا صلى العبد فالله صلى لمن أوجد الصلاة فيك لمن قال الأشعر المرتب للمطلب قال أوجد الله فيك حركات الصلاة حيث أحبها عبادة له وأنت ارتضيتها أنت ارتضيت هذا أصلا ما قاله جنيس نحن عم نقوله يعني نحن عم نحاول نوجد معنى قلوا أنت ارتضيتها هذا الارتضاء كسبت فيه حسنة إني ما قاله هك يعني إستاذ السماوال الأشعري راح تبنوه بقوله مظبوط نحن أصدنا بالاكتساب هو هذا أنت ارتضيتها وذاك أنت نفرت منه أو ارتضيته أنت ارتضيته فعليه العقاب أقول الرضا والصخط مش أفعال بلى فهل هي موجودة من قبل الله أيضا أو لا بعبارة أوضح القدرة البدنية الفعل البدني أوقعه الله طيب الفعل القلبي مش أوقعه الله أيضا أنت يا أيها الأشعري ماذا تقول الرضا والرفض ليسا من الأفعال أو هما من الأفعال أي من الأفعال قلب من أفعال قلوب فإن كانت من الأفعال ألست قلت إن الله يوجد الأفعال كلها ويجبر عليها tempted قلت ومنه الرضا والرفض فإن قال نعم فصر الماء بعد الجهد بالماء وإن قال لا يعني لا يجبر الله العبد على الأفعال قلبية تم مطلب الله نحن هذا نقوله نحن نقول إن النية والإرادة والعزيمة هي من العبد لا يتدخل فيها المولى عز وجل فإذا ثبت في الكلية خرم ما عاد في عندك قاعدة كلي كل الأفعال صار في عندك جزئية خارج عن مقالك هذه خرجت لماذا؟ قال هذه خرجت حتى يتناسب مع العدل الإلهي قل بلشت تحكي عدلي أو بلشت تحكي شيعي نحن هذا الذي نقوله نحن نقول إن الله أقدر العباد على قدرة فاختاروا فيها طالحا وصالحا نحن هكذا نقول فنحن بالأصل أثبتنا شراكة في كل الأفعال بين العبد وبين الله أنت ماذا تريد؟ قال لا الله أوجد أفعالا في عباده وأجبرهم عليها فقال بصاحب نظرية الكسب بأن الله تعالى هو الذي أوجد الأفعال لكن العبد اكتسب حسنة في هذه وكتسب سيئة في تلك أقول اكتسب وهو مجبور عليها قال نعم ليه؟ قال لأن الصلاة مثلا مثالها الصلاة لمن؟ الصلاة طاعة طاعة لمن؟ طاعة لله يقول هذه الصلاة أوجدها الله فيك وأعطاك عليها ثوابا لأنها عبادة يحبها وأنت ارتضيتها قال جعل فيك الرضا يعني هو مصرح لأنه جعل فيه الرضا يعني تدخلت قدرة الله تعالى وفرضت عليه الرضا لو قال بأن الثواب والعقاب على النية لثبت مطلوبنا ولارتضيناه بادئ ذي بدء ولا نكتفي به لأننا قائلون بأكثر من هذا نحن قائلون بأن بأن تفعيل الفعل هو من صلاحيتنا وليس من فعل الله تعالى فينا قال وفسروا الكسبة صرنا هون وفسروا الكسبة بأنه هذا طبعا تفسير موهم أوهم من النص وفسروا الكسبة بأنه كون الفعل طاعة أو معصية شو يعني؟ يعني قالوا إن الأفعال العامة يفرض الله تعالى فعلها على العباد من أكل وشرب ونوم جيد طيب يفرض فعل عباداته هذه العبادات التي أوجبها علينا يفرضها علينا قال نعم طيب يثيبنا عليها؟ قال نعم يثيب ويعاقب على الأفعال التي صنفها الله تعالى طاعة ومعصية وأنت قمت بها قال نعم أنا أقوم بها فأنا أرتضي ألا أرتضي أفعالا عبادية وأفعال شرعية وأفعالا غير شرعية؟ قال كيف تحاسب؟ كيف تثاب؟ لأنها موهمة؟ قال بعضهم معناه إن العبد إذا صمم على الشيء العزم على الشيء خلق الله تعالى الفعل عقيبه هذا أجمل هذا أرقى هذا أرفع طبعا نكسا شو بد يقولها؟ يقول إيه؟ هو سمعنا لمن عم نحكي إنه نحن ارتضينا أحببنا كرهنا شو بيكون؟ إذا صمم العبد العزم على شيء يعني أنا أحب شوف المغالطة هي مغالطة كبرى هذا أشعري اللي عم يحكي تظنه معتزليا لا شو عم بيقول الأشعري هذا؟ هذا الأشعري الألطف يقول إن العبد إذا تمنى إذا أحب أن يفعل فعلا يحبه مولاه يعني مثل الصلاة فلما يحب لما يرغب ما هو معلو فعل الفعل لله يقوم الله تعالى بدور الاستجابة فيخلق الله سبحانه في فعل ما أحببت كف وإذا كره أو أحب مكروها لمولاه يعني هو أحب الصرقة أحب الهدك والفتك والفواحش أحب وإذا لا هو الله تعالى مش مستعد يخدم عبده بأفعال يوجدها إلا إذا كانت محبوبة ما عنده دائل على الشيء فإذا تمنى العبد فعلا أوجد الله تعالى في هذا الكسب فسروا هيك أعيد فإذا تمنى عبد صلاة أم الله عز وجل صلى فيك منحك ربك ربه صلى فيه قدره يعني شو قدره أوجر الصلاة طيب ذاك تقول وإذا تمنى المحرمات والفواس والمفاسد كمان قام بها الله تعالى وفعلها إذا أولا ثانيا شو يعني أحب ما اتفقنا عليها إنه الحب والكره والفارض والرفض من أفعال القلوب من مقالات القلوب صحيح طيب هي فعل ولا ليست فعلا وإذا كانت فعلا لازم تنطبع عليها قاعدتك العامة شو هي قاعدتك العامة إن أفعال العباد مجبورون عليها ومن جملتها ما أحببت وما كرهت كلها استثنيت له وإذا مصر أنت على استثنائها ممتاز هذا بداية التصحيح صحح وأكمل أنت لا تكره باختيارك أنت لا تحب باختيارك عنده لما هنا أحببت الصلاة فاستجاب الله لك طيب أحببت الصريقة والفواحش كمان أحبها الله لك فعلها الله لك وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية يعني قال العدليون إن الأفعال الصادرة من العبد وصفاتها والكسب الذي ذكروه كلها واقعة بقدرة العبد واختياره لأن الكسب الذي ذكروه أما التوصيف يعني العبد هو عم بيصلي بيعرف حاله عم بيصلي إيه هذا اسم التوصيف طاعة العبد هو عم بيسرق بيعرف حاله عم بيسرق إيه هذا توصيف معصية فعليه ما يثاب شو هالكلام الطفولي شو هالكلام المتدني وحتى لو فصرت بالتفسير الآخر اللي هو إذا عزم وأحب ونوى أوجد الله يعني استجاب الله له شو يعني استجاب الله له يعني إذا أحب الواحد السرقة سرق الله فيه وإذا أحب الصلاة صلى الله فيه يعني أما جماعتنا قال وإنه ليس بمجبور على فعله بل له أن يفعل وله أن لا يفعل تعرفوا العبارة الأفصح فلسفيا مش وله أن لا يفعل يعني هي له أن لا يفعل بس نحن نفس المختار شو نقول عنه هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك إن شاء لم يفعل هي بالدقة إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل مش وإن شاء لم يفعل وفيش دعية تتشاء أنك ما تفعل يكفي في أنك لا تفعل أنك لم تشاء جيد يقول بل له أن يفعل وله أن لا يفعل هذا له أن لا يفعل مقبولي يعني من باب المسامحة إيه من باب المسامحة وله أن لا يفعل صح يعني هو مخير وهو الحق لوجوه كنا ذكرناها أولا نحن نرى فرقا وجدانيا هي الوجدان نرى فرقا وجدانيا من حاجة من دون حاجة إلى البرهان بأن أفعالنا مفترقات فيما بينها مرة أنت بتهز إيدك ومرة المرض يهزك حركتان من حيث الصورة شيء واحد بس من حيث التوصيف شيئان نزولك عن السطح ورميك عن السطح اتنين نرأس من وصول إلى القاع اتنين نرأس من وصول إلى الأرض بس واحد وصول والتاني إيصال نفهم فرقا وجدانيا بين الوصول والإيصال وبين الهز والاهتزاز وبين 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 فهذا الفرق الوجداني ليرد إلى أصله شو أصله فارق بين أن يفعل أن تفعل ولا أن تفعل أنت أن تلجأ وتجبر ولا أن تفعل وتختار قال نجد تفريقة ضرورة بين صدور الفعل منها تابعا للقصد والداعي هالقصد والداعي حطوها ببيلكون لأنه أحياني كثير أن تقصد ويعطف على القصد الداعي ويعطف على الداعي الغاية ويعطف على الغاية الهدف ويعطف ويعطف وكلها من مقدمات الحكمة في الفعل لدى الحكيم يعني واحد مثلا رايد أن يفعل الأمر الفلاني قصده وهو فيه شرف مثل رايح تنقذ نفس في أنت وفي إنقاذ النفس المحترمة حتى يحصل ذلك الفعل شو بده بده قصد تصور وبده قصد وبده عزيمة وبده تحريك العضلات باتجاهه وبده الداعي إليه في داعي للإنقاذ شو الداعي للإنقاذ مش بس تقصد إليه الداعي ما فيك تحرك إلا كان عندك داعي إليه شو الداعي إليه حب إنقاذ إقالة عثرة ما تشاء بعض والهدف والغاية ووا 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 وإلى آخر أي وحد من هذي بتختال بيبدو ينقص إيجاد الفعل وإلا قد تكون أحيانا في حب وفي إرادة وفي قصد بس في منع ما في داعي مثل الظلم بالنسبة إليه تبارك وتعالى عن ذلك علو كبيرة يقدر عليه وليس كل مقدور عليه يحصل فيش قصد وكيف يكون القصد ولا داعي وش لش بد يكون في داعي وما الغاية كالنزول من السطع على الدرج وبين صدور الفعل لا كذلك كالسقوط منه إما لقاهر أو مع الغفلة فإنا نقدر على الترك في الأول دون الثاني هنا التفريق وجداني ولو كانت الأفعال ليست منا لكانت على وطيرة واحدة من غير فرق ونحن نرى الفوارق بالوجدان لكن الفرق حاصل فيكون منا وأشياء لا تكون منا وهذا ما نقوله بالضبط وهو المطلوب التاني كنا ذكرنا أنه لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه وإلا لازم التكليف بما لا يطاق شو يعني يعني دائرة التكليف ينبغي أن تكون تحت دائرة القدرة وإذا كان تكليفك فوق دائرة قدرتك فهذا تكليف بما لا يطاق شو يعني تكليف بما لا يطاق يعني مطلوب منك أن توجد ما لا تستطيع فعله دائرة قدرتك أضيق من دائرة تكليفك وأن أعلم أو لا إذا كنت أعلم فهذا ظلم وإذا كنت لا أعلم فهذا جهل فمرد الأمرين مستحيد إلى الله تبارك وتعالى قال وإنما قلنا ذلك لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به فلو كلف به كان تكليفا بما لا يطاق وهو باطل بالإجماع لأنه مستحيل مستحيل عليه عز وجل مرة فيه تكليف مستحيل ومرة فيه تكليف بالمستحيل التكليف بالمستحيل مثل أن يكلفك بالجمع بين النقيضين هذا تكليف بالمستحيل وفيه تكليف مستحيل هو أصل صدوره منه عز وجل هو تكليف مستحيل كأن يكلفك بما لا طاقة عليك بما لا طاقة لك به بأن يكلفك من دون بيان هكذا يعتبرك مكلفا بأن يكلفك ويبين بعد وقت الحاجة بأن بأن كل هذا مستحيل عليه عز وجل تكليف مستحيل وتكليف بالمستحيل وإذا لم يكن مكلفا لم يكن عاصيا بالمخالفة لكنه عاص بالإجماع يعني نحن نقول بأن العبد إن العبد إذا خالف أمر مولاه فقد عصاه هذا كلمة فقد عصاه فرع كونه قادرا على الامتثال أما لو لم يكن قادرا على الامتثال فينبغي أن لا تعتبره عاصيا فهل بإمكانك أن تسقط أوامر الله ونواهيه في كونه عاصيا قال لا بالإجماع هو عاصي إذن هذا تكليف بما لا يطلق إما أن يلزم هذا الفاسدان أو يلزم فاسد ثالث كنا ذكرناه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم الظالمين وليه ليه مرة بيكون واحد ظالم يطلب منك فعلا ويبخسك حقك هذا ظلم مرة ظالم بأنه كلفك فوق طاطك مرة 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 إلى آخره مرة ظالم مش لأنه كلفك فوق طاطك بس كلفك فوق طاطك وعاقبك مش لأنه متشهي ومتشفي وعاقبك لأنك فعلت ما أوجدته أنا فيك أعيد كل لوزم فاسد مرة بيكون ظالم إذا كلفك فوق طاقتك مرة بيكون ظالم إذا بخسك حقك فعلت ما أمرت به وبخسك حقك مرة بيكون ظالم لأنه كلفك ولم يبين لك ثم عاقبك بعد فوات الأواد مرة بيكون ظالم إذا كلفك وبين لك لاحقا يعني كلفك اليوم يوم الجمعة بأن تفعل كذا وكذا وكذا أين تقلك نهار الأحد يعني بعد يومين من نهار الجمعة قالك إذا جاءك يوم الجمعة الواقع فيه سبعة آذار فعليك أن تفعل كذا أنت عم بيحكي هذا الحكي بتسعة آذار هذا بيسموه تكليف بيان بعد الحاجة كمان هذا ظلم كلهم هذي ظلم بس في أظلم منهن إيه في أظلم منهن شو هو الأظلم من هولي كلهم أن يجبرك على فعل ويعاقبك عليه بعرفي أظلم منه إيه لأنه هذا الإجبار بفهموا أنه أحيانا قد يكون إلجاءا قد يكون إكراها نحي واحد هددوه بين القتل وبين الإفطار فاختار الإفطار على القتل إبقاءا للنفس ولما أفطر عوق معاقبة المجرمين نحي وطبعا لو خطار القتل كمان بدي يعذب عذاب الملحدين عند عند هايك رب هذا بصور اسمه أظلم الظالمين بعد في أظلم منه نعم شو هو أظلم منه أن يكل هو دي اجتمعه ويعاقبك عندما أجبرك وياريت هو أجبرك لا هو مش ألجأك كمان هو خلق فيك هذا الفعل يعني أنت وقف على هذا الشكل وأراد الله تعالى أن يعاقبك إذا صار لونك شو يصير لونك أحمر مثلا أو أخضر فأوجد فيك الخضار وعاقبك بأنواع العقاب لأنك صار لونك أخضر شو هالعابث شو هال ويعياذ بالله مما لا يليق يقول هذا سيعاقبك على الصرقة التي مش ألجأك إليها ومش حرمها عليك لاحقا سيعاقبك على الصرقة التي أوجدها فيك يعني هو أنت نائم هكذا تخيل أنت هكذا وأنت نائم يجي شخص يمشيك يجعلك آلة يحرك يديك باتجاه الهدك والفتك ثم يعاقبك لما سرقت يا ريت لو لما سرقت سيعاقبك لما أوجدت فيك الصرقة جميل لماذا أوجدت فيك الصرقة قال بيان ذلك إن الفعل القبيح إذا كان صادرا منه تعالى استحالت معاقبة العبد عليه لأنه لم يفعله لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا يعاقب الزناتة والعصات فيكون ظالما تعالى الله عن ذلك بل هو أظلم الظالمين لأنه الظالم العادي ممكن يبخص حقك بس الظالم المجرم هو اللي بيلجأك بس الأجرم منه هو اللي بيجبرك بس الأظلم منه هو اللي بيخلق فيك اللون وبيعاقبك لش صار لونك هيك جميل هذا الرب طيب إذا ما كنتوا من أهل الوجدان ولا كنتوا من أهل البرهان وكنتوا من أهل النقل بالخصوص ما طالعتكم آيات الله تعالى بنسبة الفعل إلى العباد أما قرأتم النصوص التي تدعون أنها هي المحسنة والمقبحة أما قرأتم قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم نسب الكتابة إليهم عز وجل مرتين مر بواو الجماعة يكتبون أمرتيني بأيديهم والبقى هوني لشو بقى الاستعانة مثل أكتب بالقلم يعني أكتب مستعينا بالقلم وهنا كتبوا الكتاب بأيديهم يعني كتبوا الكتاب وهو أول فعلهم بأيديهم تنصيص آخر طيب إن يتبعون إلا الظن وصفهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم متبعون هم الذين اتبعوا مش هم ألجئوا للاتباع مش هم صيقوا هم يتبعون الظن وعليه يعاقبون بعد حتى يغيروا ما بأنفسهم ونسبة واو الجماعة نسبة الفعل إليهم إلى واو الجماعة ومن يعمل سوءا يجز به يجز بما عمل هو مش يجز على لونه الأسود حيث خلقه الله من أبويه أسود ثم قال يعني هكذا رب ثم قال أنا أعاقب كل الذين كانت ألوانهم هكذا أو لا يا ريت لو قال هك أنا سأعاقب كل الذين خلقتهم بألوانهم هكذا جميل كل مرئن بما كسب رهين صريحة جزاء بما كانوا يعملون يعني أنا سأوجازيهم بالجنة أو بالنار بلحاظ العمل الذي عملوه مش بلحاظ اللون الذي خلقتهم فيه بلحاظ الفعل الذي أوجدته فيهم إلى غير ذلك وكذلك آيات الوعد والوعيد التي ضمنت جنة وتوعلت بنار والذم والمدح قد أفلح المؤمنون يعني شو معنى الآية الصورة الشريفة قد أفلح المؤمنون يعني قد أفلح الذين جعلتهم مؤمنين والأجمل من هذا الأجمل من هذا الذين هم في صلاتهم خاشعون جميل هو خشوع الله فيه خشوع ربي فيه صلاة ربي فيه غريب هذا التعبير وهي أكثر من أن تحصى استحالة القبح عليه تعالى الثالث استحالة القبح عليه تعالى لأن له صارفا عن قلنا حتى يحصل الفعل بد عزم وتوجه وقصد وإرادة وتفعيل وإلى آخره وكثير من الممنوعات عند الكرام لا يفعلونها مع القدرة عليها لعدم وجود الداعي إليها لأن الداعي قلنا الداعي ممتنع الداعي بنسبة إليه عز وجل ممتنع يعني أن يكون الله تعالى قد أراد ظلما ليقدر عليه لكن لا داعي إليه لأن الداعي شو بد يكون الداعي والتشفي أو الداعي بد يكون هو هكذا من الفاسدات قال العلامة قدس الله سره الثالث في استحالة القبح عليه تعالى لأن له صارفا عنه وإذا ذكرناه بالدرس الماضي قلنا قد يقع الإنسان في قبيح وهو يجهله بس الكلام عن واجب الوجود فإذا اتجه الإنسان نحو فاسد في الأفعال هذا أول ما يقال بحقه إنه غير عالم بما يفعل لأنه لو كان عالما والتفت إلى عيبه واستمر فهذا عبث وإن التفت إلى عيبه وأوقف فعله فهذا مقص نقص فيه لأنه لم يكن التفتا ثم التفت أقول فلا الله تعالى يفرض في حقه الابتداء العبثي ولا الاستمرار العبثي أما الاستمرار فهو لذات العبث وهو ظلم وهو خلاف الحكمة وأما لا يبتدئ بهذا الفعل ثم يلتفت إليه بعلمه أقول علمه طارئ يعني أين كان ولذا قال العلام رحمه الله إنه تعالى لا يفعل القبيح لأن له صارفا عن القبيح شوه الصارف ابتداءا وانتهاءا هو علمه بأنه قبيح طيب علمه بأنه قبيح بعد ينصرف عنه بعد أكثر من هيك يا أخي علمه بأنه قبيح وقدرته على أنه قبيح وأراد فعله وقال لا يفعله لماذا؟ لأن له داعي آخر داعي الإغضاق داعي الحكمة هذه الدواعي ولا داعي لهذا الفعل فيه عز وجل فلا يفعل لأنه إما داعي الحاجة الممتنعة ما الداعي الذي سيلجئه إليه الحاجة الممتنعة عليه أو الحكمة وهو منتفن هنا هو عز وجل إما أن يفعل عبثا وإما أن يفعل حكمة ولأنه لو جاز صدوره لم تنع إثبات النبوات وهذا اللازم الذي يفهمه الأشعرين هذا اللازم الذي ينبغي أن يفهمه الأشعرين قلنا بأنه تعالى لا يفعل المستحيل لا يفعل عفوا القبيح والقبيح يعني مثل الكذب وغيره قلنا لأنه لو جاز له أن يفعل مثل هذه القبائح لن تفت النبوات لماذا؟ لأن النبوة قائمة على تصديق الله تعالى لسفيره وإجراء المعاجز على يديه فلو لم يكن عندنا دليل يمنع أن يجري يا ربنا المعاجز على أيدي الكاذبين والعياذ بالله فما الضمان لنا في أن صاحب المعجزة هذا صادق وأن مسيلم عليه اللعنة كاذب فما الضمان على هذا قال لم تنعت النبوات إذا جاز عليه القبيح يعني جاز عليه الكذب وجاز عليه أن لا يصدق وجاز عليه أن يخلف وجاز عليه أن ومن جملة ما جاز عليه أن يجري المعجزات الباهرات على أيدي الكاذبين عليه فانتفت النبوات أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح وهو مذهب المعتزلة المعتزلة على الأصل العدلية وعند الأشاعرة هو فاعل الكل حسنا كانوا قبيحا الدليل على ما قلناه مش نحن نقف فيهم كثيرا لأننا خلصناهم نحن أخذينهم له وجهان الأول أن الصارف عنه موجود الصارف عن مثل هذا الفعل الدنيء موجود والداعي إليه معدوم يعني الميل إليه معدوم وكلما كان كذلك امتنع الفعل ضرورة أما وجود الصادر فهو علمه بأنه قبيح علمه بأنه قبيح كافي في الردع بعد وعدم الداعي فلأن الداعي حاجة وهو عليه محال لأنه غير محتاج وإما داعي الحكمة الموجودة فيه وهو محال لأنه قبيح الحكمة لا تجانبه فإذا فرضت أن هذا قبيح مهات الحكمة جانبته مهات الحكمة فيه عكسه الحكمة في ميله الآخر لأن القبيح لا حكمة فيه الثاني لو جاز عليه القبيح امتنع إثبات النبوات واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله بيان الملازمة صار واضح إنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب ومع ذلك لا يمكن الجزء بصحة النبوة شو أريد يعرفني أنه والعياذ بالله أن هذا النبي الذي أحيى الموتى وهذا النبي الذي تحولت العصى إلى ثعبان بين يديه وهذا النبي الذي نبع الماء بين أصابعه من أين أدري أن هذا تصديق من الله له الله يفعل ما يشاء عبثا له أن يفعل تصديق الكاذبين جائز إذن بالإمكان أن يجري هذه المعاجد على أيدي غير صادقين قال صحيح بس عادته جرت على تصديق الصادقين يعني ما في دليل أو ضمان قال لا لكن عادته هكذا عادته تلزم قال لا قال فحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة قل ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد بمجموع الكائنات حسن نحن قلنا أن الله تعالى قادر على جميع الممكنات كائنات حسن كانت أو قبيحة شرا كانت أو خير إيمانا لأنه موجد للكل فهو مريد له هذه كبرى عقيدته كل موجود في الكون وجد بإرادته وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته القبيحة أو الكفر هو الحق لأن إرادة القبيحة إذن قبيحة لأن نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح فكذا مريده والآمر به فقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة أن يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادته يعني العلمة لما قال فإذا عرف بأنه قبيح فينتنع يعني فينتج من هذا أنه لا يمكن أن يفعل الله القبيح إذن لسببين علمه صارف ولا داعي لفعله وإذا كان عندك أنت علم بقبح شيء ولا داعي إليه طبعا قد تلجئك الضرورة وهذا كلام في حق الممكنات عم يحكي بحق الله عز وجل فكل عاقل كل من أريد له أن يختار يكون أمامه خياران فيفعل أو لا يفعل فإن فعل قلت هذا أراد شو يعني أراد علم وفعل إرادته وإن كان قبيحا فلا يلتزم به والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين